سلام عليكم جماعة بعد ما شفنا كل تشكيلة ثائيون ضيق قاعات العرض الموديلات اللي كانوا متوفرين عنا ولكين وحدو خيناك وشاكين يجوا لدزائر وما شفتوهمش فقاعات العرض هذي قولوا لعليهم وندروا لهم فيديوهات ان شاء الله دورك راح نخلي لكم شوية وقت باش تفكروا واش من الموديلات وحابين نشوفوه بكل تفاصيل تعود داخلية الخارجية المزايا المحرك وحتى السعر الرسمي اللي رويوا باع به فهادو قاعات العرض وبعد سيدي حسابك لو كان يجي لدزائر على حساب هذك السعر اللي رويوا باع به الناقل لطاكس وزيد له الددوان يمونتاعه وشوفه ببري بش حال يدخل للجزائر مادام ما زال معرفناش واش من الموديل اكو حابين نبدو به السلسلة تعيون ضيق كون الول فيهم اللي راكو حابين نشوفوه نخلي لكم شوية وقت ونبدو سلسلة انتع سيارات اخرى اللي من المحتمل انها تجي لجزائر وهي بست تيون هاد سيارة تبع الفاو واليوم راح نحكو على التفاصيل تعالى العلامة والموديلات اللي راهم جايين للجزائر عامة ونفس الشيء مع هونضا نخلي لكم وقت باش تخمو شكون في هاد الموديلات اللي اكو حابين نبدو به ونقدموه داخلية الخارجية والمزايا وحتى السعر التقريبي اللي ممكن نجي به هاد السيارات للجزائر ان شاء الله ما تطولوش خيرو رابيد ما خلووا لي في كومنتار وش من الموديل حابين نبدو به وابونيو باش كين حطى لكم هاد الفيديو تكونوا على علم كين كملوا معها ان شاء الله زيدون جوزو العالمة اخرى واللي هي اكسيد واللي راح تدخل في الصيف هذا ان شاء الله بطبيعة الحال هادو ما يكونوش متوفرين دو كنديولهم فيديوهات ونعلقو عليهم بصح ليكونوا متوفرين كيما كيا راح تشوفت هالكم وهون ضايا راح تشوفت هالكم ونيسان وشيفرولي وطيوتا هاي طيوتا اللي ما شاف هاش يلقى كامل تشكيله وكل موديلات اللي اقترحتوهم علي وحبيتوا تشوفوهم شفناهم دونك هادو كامل اللي هادرتلكم عليهم دورك ابرلينشين وازن روح ونشوفوهم في قاعة العرض ونظروا عليهم حبة حبة ونجيبو حتى السعر رسمي اللي رام يتباعو به في بالد اخر ونشوفو ابي بري بش حال تلحقنا لجزاير بلا ما نطول عليكم كل المعلومات فيما يخص علامة بس تيون تاع فاو في هاد الفيديو نوبو جيبا اتوتو تيون علور جماعة قبل ما نشوفو مختلف الموديلات ونتكلمو على الشكل التحوم والقاباري والقام بتاع كل واحدة في هات السيارات نحكيه بصيفة عامة لعلامة دونك فاو علامة اقديمة عندها كتر من سبعين سنة بدت في الف وتسعمية وثلاثة وخمسين تخدم صح بدت تخدم لي كاميو ما طولتش ثمانية وخمسين بدت السيارات بدت تخدم لي برلين دو لكس صح هاد فاو احنا اللي رحنا هدرو عليها سيتون فيليال دونك فرع من فورو عن تاع فاو بسع قبل ما يلحق الوقت باش تكري هاد الفرع دارت مقبل دي كو انتربريز يعني سيت تخدم عالامات اخرى وبينتهم مرسوداس وقتاش في السبعة وثمانيين كانت ما زال بستيون ما بامتش خدمت معها وكما قلنا هي تخدم لي يعني معروفة بلي برلين دو لكس يعني حبت تخدم معها لا دوبلو في صان وينطروا دونك وشون قلك واحد اللي عام هاكذاك مرسوداس قالت لها انا نحبس خدموا واحد ثمانمائات ثمانمائة وعشرين حبة والسلام عليكم بسع ما حبستش هنا فاو في الف وتسعمية وتسعين دارت بارتونارية مع فورزفاق وبعدها في الفين وثلاثة حتى اللي هنا كانت ما زال ما تجدش بستيون بدات مع طيوتا وماسدا واحنا ماسدا اللي تهمنا بزاف بسكراح نلقاوها في بستيون دوك تشوفو كي نبدو نشوفو المختلف الموديلات بتاع العلامة نتاعنات القاب اللي مخدومة على بزاف بلاتفورم نتاع سيارات او موديلات العلامة ماسدا بستيون بدات في الفين وستة وفي الفين وطناش ولا تتسوق في الروس والروس عندها لادة وعندها العلامة تتحاد وعليش تجيب علامة شينواز هنا تقدر تخمم اسكر خاص اسكو ملاح اسكو فياب بالصاشون بالروس ما عندهاش نفس الماناخ معانا البرد بزاف التماد انك اسكو تتأقلم معا سخانة ولا لا 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 وصديد بما انه عندهم التلج وحنا نقولوا ليشينواز يعني كاين هادرة تقول باللي ليشينواز يتصدوا انك هم يباعوا ريتوا باع هاد العلامة في الروس وما كانش مشكل دوك حق دا جلوبال مو حكيت لكم على الفرع وعلى العلامة الام وعلى اللي اللي عندها باش تعرف المصداقية التحاس كملاحة ولا مش ملاحة ونجوز ودرك نشوفوا مختلف الموديلات اللي راح يجو للجزائر ان شاء الله نوك جماعة باش ما نطولش ما نقدم لكمش كامل للسيارة يعني ما ندخلكمش في ادق التفاصيل التحاس باركي لازم تعرفوا بلي في السيارة كامل هادو اللي راح نمدلكم راح يكونوا تلت محركات اللي عاودوا يولوا بزاف كاين واحد دو لتر طبيعة الحيكون في السيارات الكبيرة وكاين واحد فيه واحد نقطة خمسة لتر وكاين ام بوان دو هاداك ام بوان دو ما تضنيت شي جي واحد نقطة تنيل دونك الموهم هاد المحركات كامل راح نشوفوهم نهار نقدم لكم كل سيارة من سيارة اللي راح نشوفو اليوم قولوا لي بمنكو حابين تبدو اول واحدة اللي راح نهضل لكم عليها اليوم دونك سي لابرلين الور جماعة نبدو بالبرلين علش بسكي قولنا باللي الاسبيسياليتيت تاع فاو وتاع بستيون هما لابرلين حتى ولو راح نشوفو في تشكيل الرجيبت هالجزائر كاين بزاف الاس او في والكروسوفر يعني السيارات العالية من شكل كات كات حتى ولو تنائية الدفع ماشي ربعية الدفع صحة اللولة دونك هي الابي سوصنديس بارلين فيها ربع مترات وثمانيين قريب خمس مترات دونك سيتون جراند برلين لك سيكون متوفر في هالمحركين لديو ليتر او الان بوان سيكيل من عليهم من قبل لكم باللي هادو اللي راح يعودوا يدوروا بزاف راح يكون سهل انه نصيبوا السعر كي يكون محرك صغير لانه ليطاكس معروفين كي يكبروا لي دو ليتر يبدأ هبال ليطاكس يولو فواد 2 السعر تاح السيجارة يتلف دونك صعيب انه نجيبوا السعر التقريبين تاح سنتمنى وتجينا بالان بوان سينك باش انا مدو لكم سعري قارب اللي راح تجيبه ان شاء الله دونك بطبيعة الحال جماعة كيف كيف مبازية على مازدا ومبعد نشوفوا وشمال الموديل تاح البلاتفورم تاح مازدا اللي تخدمت عليه اه يعني هادو الموديل تاع بي سواصنديس الموديل التاني اللي راح يكون متوفر هو هادي بالصح كوبي واسمها بي سواصنديس اس كي تقرأ هاداك الاس راح تعرف باللي راح تكون من شكل تاع كروسوفر كومباكت شبه بار اكزامل الكولري في المارشي أرجيريان يعني حاليا نزيد نعطيكم امثلة اخرى كي نقدموها هاد السيارة بطبيعة الحال واللات عالية شوية بما اننا نتكلمو على كروسوفر وكوبي يعني صغيرة شوية في الطول حي تكون قريب ربع مترات ونص عوض ربع مترات وثمانيين كي ما شفناها في لابرلين بقية التفاصيل تاع سعر التقريب بالداخلية الخارجية والمحرك اللي يكونوا متوفر فيها راح يكونوا في الفيديو المخصص لكل موديل من الموديلات ما تنسوش تقولوا ليش كون فيهم اللي راكوا حابين نبدأ ونقدموه خليهولي في كومنتر وابوني باش ما تراتحش نهار يجيع على القناة ان شاء الله دور كان جوزون شوفوا لغران اس وي في نتاحهم يعني الكاتكات الكبير واللي هو لتي كاتر وينديز ناف هذا تقدر تقارنه عند مازدا بما انه هدي عندها علاقة غير مع مازدا بالسي اكس ناف ولا كشايفو ما كشايفو نحطوه لكهنا نتكلمو عليه باكتر تفاصيل ونمدوه من مقارنة مع سيارة متواجدة حاليا في السوق الجزائري اللي عندها نفس الحجم معاه المشكل فيه سكرا حيكون بما انه كبير متوفر فيها غير المحرك الكبير اللي هو انتع 2.0 ماشي كبير بزا في عندي محرك في حد ذاته بالمقارنة مع حجم السيارة ولكن اللي طاكس حيكونوا فيه كبار حبيت نمتلكم خاصية ولميزة بمأنه نتكلمو على العاملية تاع السيارات هادي المحرك اللي أنا نتكلمو عليه تاع 2.0 هو من افضل العشر محركات في الصين دونك في الصين عارفوا بليكين كتر من مية علامة صينية ما شغل العشرة اللي يجونا يعني نتكلمو على العلامات الصينية في السيارات مية وعشرين ولا كتر كامل ما فيتها المية وعشرين وكل علامة عندها كتر من خمس محركات تاع معدل تاع خمسة نورمال ما كتر من خمس محركات في الموديلة تنتحى نوك تخيل معايا واحد ستمية محرك متوفرين هذا راهو بين العشرة الاوائل يقدروا يكونوا بزاف منهم خردة بصع العشرة الاوائل نورمال ما يكونوا ملاحة بارك الساعة رح يكون غالي بزاف لانه المحرك كبير دونك اللي طاكس عليه رح يكونوا مرتفعين دوركان رحو نشوفوا اه اقل حجم من هذا وكاين وهذا عبك قد لا بيرلين في الطول ايش طلا بيرلين اللي قلنا ينغروند بيرلين كبيرة 4.80 متر دا قدها وكات كات اماجيني دونك الطول التاعو يعني الحجم التاعو تقريب ما زل عنا ثلاثة اجماعة عنا لتي 4.10 كلهم من شكل اس او في ونبدأو نحطوه هادا رح يكون اغلى من تي 67 و تي 67 شوية غالي على تي 55 يقدروا يكونوا بنفس السعر ويقدر مام تي 55 يفوتوا على حسب الفينيسيون تحوهم على حسب التشكيلات ويكونوا بتوفرين فيهم يعني الحجم بين تي 55 و تي 67 متقارب بزاف ويكونوا المحركات تاع تي 80 تي 77 و تي 55 تقريبا نفسهم اللي هما ال 1.5 يقدروا يديروا لهم ال 1.2 خاصة للزوج الاخرين اللي هما التي 67 و تي 55 و هذا ايضا يقدر يغير في السعر بتاع السيارة يعني يحب يقول تحط اللي انتياله تي 55 بال 1.5 و تحط اللي تي 77 بال 1.2 سيكون الخيص على تي 55 انا شخصيا يعجبني تي 55 اكتر و هادو اراء كل ما تصغر في السيارة راك تنقص في السعر ايضا بركو لازلت لها بزاف المزاياني تجيب لاتو توبسون سيسول بلا حتكون غالية شوية بازال كين موديل اللي ما هوش جاي للجزائر ما نشعرف علاه بالاك يجي من بعد اللي هو لا تي 35 انا شخصيا كنت شايف يجيبو لنا هادو كامل شوف تي 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 ت ت ت ت وجيبنا واحد صغير كامل اللي هو له تي ترون تروى السعر تعور رح يكون من خافض في متناول الدخل المتوسط الجزائري ويلاء امترق تعنا واحد اللي يروح من البوان ا ال البوان بي ما نشعار فعله ما جاش بالك الاشياء اللي فيه ما تطبقش معه دفتر الشورط اللي لازم جيبه السيارة للجزائر نتمنى يكونوا اعجبوكم المعلومات على فاو وعلى باس تيون نتمنى يكونوا اعجبوكم الموديلات اللي راهم جهين الجزائر وخاصة الفيديو تعليق سيسي لك لا تنسى لك في مشترك وليس اعجبوكم المشروع وليس قد اعجبوكم المشروعه هذا كله وحاسها لك فيه أيدا وإن اعجبوكم المشروع شكرا لك في الانتمنى